اشتركوا في القناة خلال الفترة الأخيرة مع الإبقاء على تلقي الدروس عن بعد توازيا مع الاستمرار في حملة التلقيح الخاصة بالقطع حسب ما أكده مسؤول بالوزارة الوصية ويأتي هذا القرار امتثالا لمخرجات الاجتماع الاستثنائي الذي خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد جراء انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 الذي ترأسه رئيس الجمهورية أبنجيد تابون والذي أكد على أن قرار غلق الجامعات يعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية مع مراعاة رزنامة الانتحانات وإمكانية إعادة برمزتها للطلبة